شاهدين بعد قليل موضوعنا الثاني في غرفة الأخبار إذن نبدأ في متابعة الموضوع الثاني الآن معارك عنيفة وقصف متبادل في العاصمة السودانية تجدد بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد توقف دام أسبوعين وأثار مخاوف من تصاعد النزاع المسلح بين الطرفين في ظل غياب أي أفق لحل سياسي وفي ظل استئنافه التصعيد المسلح في محيط القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم يواصل رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان جوالاته الخارجية التي وصلت إلى محطتها السادسة في أغندا مصادر وتقارير سودانية تتحدث عن مساعي مستمرة للبرهان لإيجاد حل سياسي للأزمة في بلاده من خارج حدودها وذلك عندما بدأ منذ أواخر أغسطس الماضي زيارات لكل من مصر وجنوب السودان وقطر وإيريتريا وتركيا فهل يأتي الحل للنزاع السوداني من الخارج؟ وماذا بشأن تجدد المواجهات في الداخل؟ نتابع هذا المشهد السوداني مع ضيفينا من القاهرة الكاتب والبحث السياسي مجدي عبد العزيز ومن لندن عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع عمران عبد الله حسن مرحبا بكم ضيفي الكريمين ضيفي من لندن أبدأ معك بداية الاشتباكات في العاصمة الخرطوم كانت قد هدأت لحوالي الأسبوعين لماذا عادت وتجددت الآن بهذا الشكل؟ طيف البدء السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام أهلا بك تحييي لك وخصاص طهيف ولضيفك ولكل مشاهدين قناة السكالات مجيبوس العربية سيد الفاضل ما حدث اليوم هو نتائج طبيعي للاستفزازات التي ظلت تمارسها قلول النظام السابق وهذه الاستفزازات بدأت حتى قبل نشوب الحرب بدأت بالاغتيالات التي تتم بطريقة انتقائية ممنهجة لأفراد قوات الدعم السريع وظل القائد العالى لقوات الدعم السريع يحذر جيشه من أن لا يبادلوا هذا العداء بعداء مثله وكانت له كلمة شهيرة حتى قال لهم إذا يتدى عليك أحد من أفراد الجيش في خدك الأيمن فدر له الخد الأيسر لأن الجيش وقوات الدعم السريع هي شيء واحد لكن قلول النظام السابق رفضوا إلا أن يشعلوا هذه المعركة وظل الحال كما هو حتى بعد نشوب الحرب انتزموا قوات الدعم السريع بحقهم الأدب في الدفاع عن النفس لكن هؤلاء يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس ولم يعوا أن الحكمة التي انتهجها قائد قوات الدعم السريع هي الغرض منها مصلحة البلد وعدم الزج بها في أتون الحروب والاقتلال الدائر فالآن بعد خروج القرهان وهروبه إلى بور سودان بدأوا حتى يضللون الشعب السوداني بأن قوات الدعم السريع قد انتهت والآن حشدوا أبناء الشعب السوداني يأتوا بهم ليزجوا بهم ليقتلوهم ولكن أستاذ عمرال أفهم من كلامك أن عودة الاشتباكات في الخرطوم لها علاقة بجولات البرهان الخارجية بمعنى هي رسالة منكم من الدعم السريع بأن الدعم السريع ترفض أي حل من الخارج ولذلك عادت واستأنفت الهاجمات بعد حوالي أسبوعين من الهدوء في الخرطوم ليس هذا هو سبب بل هو الاستبزازات المستمرة من الجيش وضرب المدنيين العزل في مختلف مناطق سودان في نيالة في الخرطوم قتل للأبرياء بغير ممرر وزر الرماد كل العيون فالآن قد طفها الكيل وما لبلغ الأسئلة الزبا فالآن قد نفذ الصبر والآن هم يطلبون يقولون أنهم اللي يطلب من البرهان أن يطلب اللجام الآن السيد محمد حمدان تقوله قد طلب اللجام للجيش اللي فقط اليوم واحد الآن قد أربك الحسابات تماما اليوم القيادة العامة التي ظنوا أنها ستمنعهم هذه الحصول قد أصبحت في قبضة قوات الدعم السريء الآن قد فروا هاربين وجدوا القيادة مليئة بآدد كبير جدا من الإرهابيين من كتائب البراء من كلون النظام السابق من كتائب الظل تم أسر العداد الكبيرة منهم وفر عدد كبير أيضا وما زالت مقاردتهم يلاحقونهم قوات الدعم السريء من مكان لآخر نعم طيب وصلت الفكرة دكتور مجد عبد العزيز في القاهرة هل يعني الاشتباكات في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم كانت قد هدأت لحوالي الأسبوعين وها هي تتجدد مرة أخرى هل لهذا علاقة بزيارة السادسة بزيارة البرهانة لدولة سادسة بعد الجوالات الخارجية التي يقوم بها يا ترى مساء الخير صهيب التحية لك والتحية للمشاهدين صهيب الماليشيا المتمردة الآن حولها ضغوط كثيفة هذه الإدانات الدولية ارتكابها لجرائم الحرب ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية هذه العقوبات التي فرضت عليها من ولايات المتحدة الأمريكية وصفها الآن بجماعة إرهابية متمردة والمناسبة مفرد التمرد هذه مفردة قانونية وليست مفردة سياسية لذلك يأتي رعاة هذه المجموعة الإرهابية ومستشاروها من الخارج يأمرونهم الآن بهذه العمليات الانتحارية هي معارك اليأس سبحان الله كلما جاءوا إلى معركة من هذه المعارك الانتحارية تكون النتيجة سحق مثل الذي حدث اليوم أنا أستغرب ربما المليشي الدعم السريع ومستشاريهم أحد أسلحتهم الآن أصبحت كذب وأصبح التضليل حتى أن مثل هذه الاستضافات أصبحت ليست لتوسيع الأفق لكنها أصبحت تضيق من كذب ومن نفي نحن نسمع من كل الأطراف من كل الطرفين حتى نتناقش ونسمع من رواية كل طرف طيب أنت تعتبر أن تجدد الاشتباكات هو معركة اليأس ولكن ضيفي عن قوات الدعم السريع كان ذكر بأن أصلاً البرهان هو هرب إلى بورتسودان وبمعنى أن الحل لا يأتي من الخارج كيف تعلق كذلك على هذه النقطة؟ أما الذي هرب البرهان أما عبد الرحيم دقلو الذي ظهر في نايروبي وقيل أنه ظهر في نايروبي أو اختفى قائد الدعم السريع البرهان الآن يقوم بأعمال منظمة وأعمال مرتبة لترتيب البيت الداخلي وللتواصل مع العالم في مجالات كثيرة خاصة منها مسائل إعادة إعمار السودان ومسائل إعادة الاستقرار المليشيا المتمردة الآن هذه المعارك أيضاً كشفت أن بنيتها الآن أصبحت هشة هذه المجموعات التي تقاتل ليست هي مجموعات النخبة التي كانت تقاتل والتي قسمت ظهرها وفقدت معسكراتها يا أخي بالأمس سلم الجيش مجموعة من الأطفال هذه مجموعة أولى للصليب الأحمر هذه هي المجموعات التي يجمعونها الآن وحينما نتحدث عن المرتزقة لا نتحدث عن أن المليشيا ليس سوداني لكن كانت هناك شواهد من قبل رأينا مثلاً قائد المعارضة الشادي حسين شوشو والآن يأتون بالمرتزقة ويأتون بالأطفال ويأتون حتى الآن مواطنين حتى من جنوب السودان يشاركون في مثل هذه المعارك هذه هي معارك اليأس وهذا هو النطح على طريقة العنزة للحائط طيب ضيفي من لندن أكيد استمعت لما قاله الأستاذ مجدي هو يصف تجدد الاشتباكات في الخرطوم بأنه معركة اليأس وبأن هذا التمرد ضاقت به السبل حتى فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية ما ردكم؟ سيد الفاضل هؤلاء إعلامياً نظام السابق هؤلاء حتى هم لا يصدقون عنفسهم ولا يصدقون ما يقولون الآن وأنا وشاهد شاشته والقيادة العامة تحترق وكل المواطنين يشاهدونها وأنتم تشاهدونها لماذا الكذب على وضح النهار ويقول أنها معركة انتحارية واستشهد بأن هناك هزائم كيف أنكم تنتصرون والآن الغيادة العامة تحترق أين المدرعات؟ أين الشجرة؟ أين كل المواقع التي تم استلامها من قوات الدعم السريع من قبل قوات الدعم السريع سيد الفاضل الحقيقة المرة الذي يرفضها هؤلاء كل النظام السابق هو أبواغهم من الذين يتجيرون بماء الشعب السوداني ونحن صادقون مع شعبنا السوداني أن هؤلاء يريدون أن يلقوا بأبناء الشعب السوداني في التحلق في البداية قالوا يقولون أن أبد الرحيم دقل وقتمات وعحمد تي قدمات الآن عندما رأوا أبد الرحيم يتحدث لهم من الشاشات قالوا يقولون أنه هرب سيد الفاضل الآن المعركة اتحسمت تماما في الخطوم الخاسر هو أبناء الشعب السوداني الذين يموتون هم أبناء الشعب السوداني الجيش لا حول له ولا قوة الآن أصبح يستهدف المواطن البسيط لا يستطيع حتى بطيرانه أن يضرق وتدعم السريع الطيران أثبت فشله ولا يستطيع أن يحزم الحرب الحرب ترزم في الميدان هم لا يأتون هم في الخارج ويتضلون للحرب الشرفاء الجيش انسحبوا منهم يأتوا بالمغرر بهم من أبناء الفقراء والمساكين الذين يدفعون لهم الأموال ويأتوا بهم ليزجوا بهم ليموتوا يعني كالضان الآن معظمهم فهم هذا وبعدوا تماما من المعركة لكن هؤلاء لم يعني لم يفهموا الدرس حتى الآن أنا لا أدري إلى متى إلى متى يعني يغرروا ويضللون الشعب السوداني والشعب السوداني يموت والقرطوم تحترق والسودان يحترق وصلت الفكرة رسالة أخيرة فقط لو سمحت الإفطار صحيح رسالتنا لأحبابنا وأهلنا في الشرق السودان نحن السيد القائد محمد حمدان يستخدم الحكمة ولم يشأ للقرطوم أن تكون بمثل هذا الحال لكن هؤلاء ستأجبرون لأن تصل هذا القرطوم لهذا الحال وهم الآن نجوا إلى شرق السودان وبدأوا أن يسسسوها عاصمة للحرب والشرق السودان ليست بعيدة والسودان ليست بعيدة في متى ونعود الدعم السريع يمكن أن يصلوها في يوم واحد وتصبح أسوأ من الخرطوم نحن رسالتنا لأبناؤنا في شرق السودان أن يتحروا فلول النظام السابق هؤلاء المؤتمر الوطني هم يتاجرون بدماع الشعب السوداني الآن أصبحوا يتخذون منهم شلطة أو ضرور بشرية من أبناء الشرق وصلت السكرة رسالتنا لهم أن يطلقوهم خارج شرق السودان حتى لا تصبح برسودان أفرطوم الثانية بغض النظر عن اختلاف الروايتين بينكم ولكم أستاذ مجدي هل الحل يأتي من الخارج زيارات الفريق البرهان إلى الخارج تأتي في ضوء لا نريد أن نقول أنه مهزوم أمام الدعم السريع أو الجيش انه هزم ولكن ليس هناك تقدم لأي طرف يعني ليس هناك أي طرف من الطرفين يستطيع الحسم لا الجيش ولا الدعم السريع حتى نكون متوازنين فبالتالي هل البرهان يبحث عن حل يأتي من الخارج وهل يمكن أن يأتي الحل من الخارج أولا دعني أقول ونحن نتحدث في قناة تبرز دوما الحقائق من هذه الكذبات أن الذي يحترق هي أحد أبراج شارع الجمهورية التي تضم وكالة السوداء للأنباء ووزارة العدل ليست للقيادة العامة للقوات المسلعة وهذه حقيقة وأنا أتحدث أنا قرأت شهادات اليوم على سكان في الخرطوم أعذرني أستاذ مجدي هم قالوا أن قوات الدعم السريع تقصف بالمدفعية الثقيلة لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة يعني الموضوع جاء على وكالة رويتر يا أخي أقول لك العمارة التي تحترق الآن وأنا أتحدث وأنا أحد أبناء الخرطوم وهذا الحديث لكل أبناء الخرطوم التي تحترق الآن هي أحد الأبراج الموجودة في شارع الجمهورية وتضم وزارة العدل وكالة السودان للأنباء ومن الضرائب هذه ليست القيادة العامة ثانيا مزألة الحل أقول لك أولا لا بد من التوصيف الصحيح إنما جرى في السودان هو تمرد لقوة عسكرية كانت تتبع للجيش ليست حزبا سياسيا حينما يتحدث أولئي المستشارين عن حل سياسي أنتم لم تكونوا حزبا سياسيا هذه القوة كونت بأموال الدولة وقامتها القوات المسلحة سندا لها جاء تطور معين ومتمرد ولكن في نفس الوقت أستاذ مجدي كانت حليفة للسلطة أريد أن أعتيك نعم هي كانت أحد المكونات الرئيسية يعني للجيش وما بعد سقوط نظام البشير نعم نعم هي أحد مكونات للجيش ليست حزبا سياسيا لكن هذه الوحدة العسكرية تمردت وقلت لك أن مفرد التمرد هذه مفردة قانونية وليست مفردة سياسية هم ليسوا حزبا سياسيا حتى يأتوا بروعة سياسية أو يفرضوا حلا سياسيا ما هذا هو التمرد بعينه لكن أقول لك يا أخي حينما ذهب الناس إلى جدة نعم أقول لك تضر حينما ذهب الناس إلى جدة توافقوا وتواضعوا وأتوا بكل العرفة الدولي لحماية المدنيين أثناء الحرب وهذه جدة التي كانت ديباجتها القانون الدولي والإنساني ووقعوا جميعا ووقع مفاوض الدعم سريء اعترافا بأنهم يخرقون قانون الحرب والقانون الدولي الإنساني بتواجدهم في بيوت الناس وفي المستشفيات هم موجودون في بيوت الناس بغض النظر لكنك لم تجبني أستاذ مجدي حتى هذه النفرات التي يهاجمون منها دعنا مما حصل سابقا الآن الحل يأتي من الخارج لأنه بغض النظر إذا كان مقر القيادة العامة أو ليس مقر القيادة العامة واضح أنه عسكريا يعني لا الجيش ولا الدعم السريع قادر أن يحسم المعركة وبالتالي صحيح المواطن السوداني هو المتضرر الحرب يا سيدي ليست مباراة قلت قدم هل الحل يأتي من الخارج؟ نعم لأنه الأمر طال أولا الحرب أولا الحرب ليست مباراة قلت قدم 45 دقيقة وزمن إضافي الحرب لها تكتيكاتها ولا ثلاتياتها لكن أقول لك الآن اليد العليا الآن للقوات المسلعة لأن هذه المليشة يوميا تتدمر وتزحق قواتها حينما تأتي إلى معسكرات الجيش السوداني الحل يا سيدي هو الآن حل عسكري إنساني بدأة في جدة لا يوجد حل سياسي مع مليشيا متمردة كيف تتمرن طوعة السياسية وتقول أن تجدت معها حتى لا أطيل أكثر ولا يتهمني ضيفي من الدعم السريع على أني أعطيت لك وقت أكثر منه إذا كان الحل ليس سياسي مع جماعة متمردة لماذا يقوم الفريق البرهان بهذه الجولات الخارجية إذا؟ على سؤال لي أنا صراحة لا 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 للأستاذ مجدس أعود إليك ضيفي في لندن نعم لماذا يقوم بهذه الجولات الخارجية نعم هذا هو رأس يقوم بهذه الجولات لأن هناك كان توصيفا خاطئا مثلا حينما جاءت مبادرة إيقاد تحدثوا عن إدخال قوات من شرق أفريقيا وتحدثوا عن طرفين وهو تمرد الآن البرهان يخرج مثلا إلى هذه المناطق ويشرح هذا ويتلقى الدعم والبرهان هو الرئيس الشرعي يستقبل استقبال الرؤساء وربما يخاطب قريبا الجمعية العامة من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة يخاطب العالم نعم سأعود إليك طيب سيدة عمران عبدالله حسن يعني حتى أعطيك مجالا الحقيقة للحديث أيضا برأيك لماذا يذهب البرهان إلى ست دول حتى الآن في جولات خارجية في هذا الوضع نعم قبل أن أتحدث عن البرهان لكن في نقاط بسيطة أريد أن أشير لها ودرجة هؤلاء أبواغ النظام السابق يعزفون في بعض الاستوانات التي أصبحت مشروفة ولا بدأت أكلها للشعب السوداني الآن يتحدثون عن بيوت الناس عن قتل المواطنين وهذا حتى لا يستطيع أن يترحم على الذين قتلهم البرهان بالطيران أليس هؤلاء بشر الذين تم قتلهم في الأسواق في نيالة أليس هؤلاء بشر حتى هؤلاء لم يوجد فرد من قوات الدعم السريع إذا أنتم عادلون لماذا لا تنددون بهذه الانتهاكات إذن أنتم من أبواغ النظام السابق ولا تهمكم مصلحة الشعب السوداني كلما تتلفظون به هذا العوال وهذا البكاء الذي تصرخون به في الشاشات لا يؤكد مدى ضهلكم ومدى عجزكم ومدى انحطاطكم ومدى وجود قيمكم ولا حرصكم على الشعب السوداني الشعب السوداني الآن يفتل بأيديكم أنتم وتكذبون على الشعب السوداني الآن تبررون لزيارة البرهان بأنه منتصر أو يفتح علاقات البرهان يبحث عن شرعية البرهان فقد الشرعية في السودان البرهان هارب لا يجد من يعترف به في السودان كل هذه الزيارات لا تؤفي أغلها الآن الحل عندنا نحن الآن من نحدد الحل في طاولة المفاوضات الذين يهربون منها ويهربوا من المفاوضات لأنها تأتي بهم تعرضهم إلى المشانق لا سيما هؤلاء الأبواق ومن قاموا بالحرب فبتالي هم يبحثون عن بديل ويسمون الدعم السريبي عنه تمرد كل هذه المسميات التي يسمونها نحن لا تعنينا بشيء ولا تقدم ولا تؤخر الآن الشعب السوداني أصبح متسول أصبح يئن يسألوننا والله نحن نستحي لا نجد ما نجيبهم يقولوننا متى تقف هذه الحرب ونقولهم الله لو بأيدينا عصاة موسى لو أوقفناها اليوم لكن فنونا النظام السابق الذين يخترقون الهدن الذين يقتلون الشعب السوداني الذين يقتلون حتى المواطنين في المعسكرات هذه التهم للدعم السريع ويشيطنون دعم السريع ليل النهار هؤلاء هم يريدون أن يكون السودان في هذه الفوضى في هذه الدماء السائل حتى يجدوا نفسهم داخل أما في هذه السودان قالونها صراحة إما أن نقتلكم إما أن نحكمكم هذا هو ديدنهم إذن هؤلاء ليسوا حقاين على الإطلاق سيد الفاضل البرهان فاقر للشرعية إذا أرادوا أن يحتكموا أن يفوتوا الفرصة لفلول النظام السابق لا يسلموا أبناءهم رهائن لهذا النظام الذي يكذب عليهم يقولهم أن دعم السريع انتهى الدعم السريع أصبح الآن أضعاف مضاعفة كل الشعب السوداني أيقن تماما أن الدعم السريع هو من يلادي بفريته هو الذي يطالب بديمقراطيته هو الذي يطالب بالعدالة الذي فقده السودان منذ الاستقلال كل الهامش كل الضعافات كل المستعطفين الآن التفوا حول الدعم السريع وجابه هذا النظام نظام البشير الغاشم والذي التفوا حوله هؤلاء الأبواق من الإعلاميين ومن معهم من المستفيدين هم المستفيدين من الحرب هم الذين موجودون في الخارج والشعب السوداني يأين ويبكي وهم لا يلبون نداعج الشعب السوداني يعني الاختلاف وجهتين نظريكما يعني كبير جدا لأنه أنا كنت أريد أن أذهب إلى نقطة المفاوضات ولماذا لا يكون هناك مفاوضات أستاذ مجدي تحدثت قبل قليل عن مصار جدة وعن مفاوضات جدة وخارطة الطريق هل برأيك بات الآن من المستبعد أن يكون هناك أي حل تفاوضي أي لقاء بين البرهان وحمدتي وإنهاء هذه الأزمة والبحث عن حل داخل السودان هل انتهت فرص أي مفاوضات بين الطرفين لا بد أن أقول في الأول الذين يتحدثون عن النظام السابق أن الدعم السريح هو كان أحد أركان النظام السابق وتكون في النظام السابق حمدتي كان يطلق عليها الرئيس البشير حمايتي هم الذين دعموا النظام السابق يعني يا سبحان الله لكن أقول لك يا سيدي لكل مشكلة ولكل أزمة حل لكن الطريق كان واضحا جدا أن هذا تمرد وأن البداية الحل تبدأ بحماية المدنيين الآن المليشي المتمردة هي حربها على الشعب السوداني طيب ولكن بين قوسين بين قوسين رجاء ما قاله ضيفي أستاذ مجدي قال على استهداف المدنيين كل طرف يتحدث عن استهداف المدنيين ويحمل الطرف الآخر يعني الطيران يملكه الجيش السوداني وهو اتهم الجيش بأنه هو الذي يستهدف المدنيين بالطيران يعني الدعم السريع لا عنده طيران طيب حتى لا نعم حتى لا تكون اتهامات متبادلة من الذي الآن أدين من منظمة والأمم المتحدة من الذي أدين بجريمة الهباد الجماعية وقتل والي غرب دارفور خميس أدم بكر من الذي الآن أسقطت عليه العقوبات الأمريكية حتى لا يكون الكلام أنا أقول كلام وهو يقول كلام هذه حقائق وهذه منظمات الدولية من الذي كان يجند الأطفال واستلمتهم بالأمس الصليب الأحمر أعود وأقول لك جدة كانت هي طريقة الحل لأن التمرد المسألة ترتيبات أمنية وإنسانية وحماية المدنيين الذين قامت مليشيا الدعم السريع بإخراجهم من منازلهم وارتكبت ضدهم كل الفضائع كل الفضائع التي يرتكبها الإرهابيين في العالم مثلهم مثل الحوثي ومثلهم مثل بوك حرام ومثلهم مثل الشباب الصومالي كيف للعالم الآن يتعامل مع مليشيا الآن توصف بأنها جماعة إرهابية هل هذا ضوء أخضر لأن تتعامل الدول والنظمات الدولية مع جماعات الإرهابية في هذه المنطقة الحال واضح جدا يا سيدي هي ترتيبات أمنية وترتيبات إنسانية بدعت في جدة وبدعت باعترافهم إما أن ينفذوا هذا وإما هم هم الذين يواجهون الآن الجيش ويهاجمون المعذكرات وكل يوم يفقدون والآن العالم وكل الآن السياسات وكل المواقف الآن الدولية أصبح ضدهم لذلك مستشاروهم وظهيرهم السياسي بالخارج يواجهونهم لمثل هذه العمليات الانتحارية وهذا النطح الذي قلت به نعم أستاذ عمران متى يدخل الدعم السريع في مفاوضات مع الجيش أو يمكن الذهاب إلى مفاوضات لأنه أو الانخلاط في مسار تفاوضي مع الجيش السوداني أولا يا دار أشير لنقطة محددة ضيفك يتحدث عن الإرهاب ويتحدث عن الإدانات للأمم المتحدة أو محاكم الجرائم الدولية السيد الفاضل المجرمين الأساسين هم البشير وأطعاب والأربعة وخمسين الذين أباهوا وسفقوا دماء الأبناء الشعب الدارفوري قتلوا أكثر من 300 ألف من المواطنين ومحارقوهم وقتلوا في جنوب السودان وقتلوا في جبال النوبة وما زالوا مدانين والآن البرهان فقص راهم والآن يجتمع بهم في برسودان هذا هو الإرهاب الحقيقي موجه للسيد أبد الرحيم دقلوا لا يرقى أن يسمى جريمة حق ما زال في الفروسيس الأول ونحن لدينا طعون حول هذه الإدعاد لأنها غير محايدة بالنسبة لعملية التفاوض حتى تكون هناك عملية التفاوض نحن نريد أن نجد من يمثل الجيش الوطني لأن الحرب الآن ما بين الدعم السريء وقوات الجيش الآن حتى قرار الجيش الآن تم اختطافه من قبل فلول النظام السابق الآن البرهان يتحدث بامرة النظام السابق يجتمع بهم في برسودان يرسمون له الخطط وهو الآن يبدأ ينفس فيها فبالتالي سيد الفاضل العملية قد تكون صعبة جدا إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية من المنظمات المجتمع المدني والسياسيين السلسانيين وكلهم الحادبين على مصلحة البلد وأن يسموا الأشياء من سمياتها ولا سيما النظام السابق لا بد أن يسميونه وكما هناك عدد كبير من الشعب من أبناء الوطن وقالوا أن من أشأل هذه الحرب هو النظام السابق والذي يريد أن يعود إلى السلطة الذي فقدها في السورة الشعبية لا بد من أن يمجدونه في حد وخد للأسف انتهى وقتنا وقت هذا النقاش انتهى أشكرك شكرا جزيلا عمران عبدالله حسن عضو المكتب الاستشاري لقاءة قوات الدعم السريع من لندن ومجدي عبدالعزيز الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من القاهرة